واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً قالت أنا يكون لي غلاماً ولم يمسسني بشر قالت أنا يكون لي غلاماً ولم يمسسني بشر ولم أكو بغياً قال لك قال كذلك قال كذلك قال وقال ربك وعلي هيد قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بضية قال كذلك قال ربك هو علي هيد ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسي منسيا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا أم فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع نخلك وهزي إليك بجذع نخل التي تساقط عليك رقبا جنيا تحزي إليك بجذع نخل التي تساقط عليك رقبا جنيا فقلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقلي 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 إني نذرت فقلي 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 واشربي فقلي فقلي كي واشربي 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 لك واشربي صلى الله إني نذرت للرحمن صوبا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت بي قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فريعي يا أختارون يا أختارون ما كان أبوك امرأساً إن وما كانت أمك بغييا